اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ليكون هو المؤسس لها وليكون هو القائم على شؤونها والقائم بإدارتها وكان نائبا لسماحة المفتي رحمة الله عليه لأن رئيس الجامعة مدة ودود سماحة الشيخ محمد الرحيم هو الشيخ محمد الرحيم هو رئيسها والشيخ البيض من باز عفل الله كان نائبا له وعندما توفاه الله عز وجل عين سماحة الشيخ بلزن باز حفظه الله رئيس بالجامعة الإسلامية وذلك في عام 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 تسعين وثلاثمائة والف والجامعة الإسلامية انشئت في عام واحد وكان فيها في ذلك الوقت كلية واحدة هي كبية الشريعة وفيها معهد ثانوي وفيها معهد ثانوي يلتحق به من يتخرج من الانتجائي وكان من فضل الله عز وجل العليا أن كنت الأول من ألقى درسا في كبية الشريعة وذلك في يوم الأحد الموافقة اليوم الثاني من جماعة الآخرة من عام واحد وثمانين وثلاثمائة وألف وكانت مادة مادة فقه وكان هذا من تفق الله عز وجل وفضله علي أن كنت أول من ألقى فيها درسا في هذه الكلية التي هي أول كلياتها واستمر في الجامعة يعني على يعني ذلك ليس في كلية واحدة وفي عام ستة وتنانين إنشأت فيها كلية ثانية وهي كلية الدعوة وأنصول الدين ثم في عام أربعة وتسعين من إنشأت كلية القرآن الكريم وفي عام الخمسة لتسعين إنشأت إنشأت قصف الدراسات العليا في الجامعة وإنشأت كلية اللغة العربية وفي عام ستة وتسعين إنشأت كلية الحديث الشرير والدراسات الدسانية ثابتكم يا فضل الشيخ أيضا بودنا أن نتعرف على عملكم في الجامعة الإسلامية كيف كان وتنرجه وأين كانت أو كيف كانت الدروس التي كانت التي كنتم ترؤونها في الجامعة وفي أي الكريات منذ إنشاء الجامعة السامية في عام واحد وهي كما قلت كنت أول من ألقى فيها درس وذلك في كلية الشريعة وكانت مدد فقه ودرست الفقه يعني سنوات عديدة ودرست أيضا الحديث في بعض السنوات ودرست المصطلح أيضا في بعض السنوات ودرست التوحيد أيضا كذلك يعني في عدد السنوات ولكن أكثر التدريس كان في مادة الفقه وكان يعني استمرت وحصل الاستمرار في التدريس في كلية الشريعة ثم في كلية الدعوة والصالدين معها يعني الجام بين الكليتين وفي عام ثلاثة وتسسين وثلاثمائة وألف بعدما طلب من جلالة الملك صلى الله عليه أحداث وظيفة بسم مئة الجامعة سنية ووحدة تنكا الوظيفة في ميزانية عام ثلاثة وتسسين وثلاثمائة وألف وطلب من سماحة الشيخ مرشح بهذه الوظيفة يعني من يراه فاختار ثلاثة ورشحة وكنت واحدا منهم وكان أن يقع الاختيار علي فعملت نائبا لرئيس الجامعة في يوم الثلاثين من شهر رجل في عام ثلاثة وتسعين وثلاثمائة وارجم وكنت نائبا بسمحة الشيخ عبدالله مدة سنتين وكان مجودا في الجامعة وفي شوال عام حمس وتسعين وثلاثمائة وارج وين رئيسا لدارة البحوث الهومية والإفتاء والدعوة للشاد فكنت في أربع سنوات ثلاث يعني انتقال سمحة الشيخ رئيسا الجامعة بالنيابة إلى شهر شوال من عام تسعة وثلاثمائة وآلف وفي تلك السنوات الست التي كان الشيخ عبدالله مجودا في سنتين منها واربع منها كانت بعد انتقال سماحة الشيخ حصل بالجامعة الحمد لله خيرا كثير فقد انشأ فيها كلية القرآن في عام 14 وقسم الدراسة العليا في عام خدفة وكلية المرآة العربية في عام 15 وكلية الحديث الشريف الدراسة الإسلامية في عام 96 وكانت وكانت في الوقت الذي انشأ فيه قسم الدراسة العليا سنة 95 عدد المدارسين السعوديين في الجامعة قليلا جدا بالنسبة الى اغرى السعوديين ولكن بعد مذن عشرين سنة ثمانا وفي عام 1415 طلعت احصائية في الجامعة الإسلامية وكان عدد المدارسين في الجامعة 100% ليس فيهم متعاقض واحد يعني بعد عشرين سنة منشأ قسم الدراسة العليا في الجامعة الإسلامية منشأ 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 منشأ